السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كرسنا كرس برمجة التطبيقات باستخدام اللغة الجميلة بايسون والنهاردة هنتكلم على خاصية نستد كلاس أو الكلاس انار كلاس أو الكلاسات اللي بتبقى متدخلة مع بعض فخليكم معنا احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت ان الكلاس ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه ميسود ممكن يكون فيه فانكشن بس مش ممكن يكون فيه كلاس لأ لغة البايسون لغة تدعم النستد كلاس يعني يعني كلاسات المتدخلة يعني ممكن يبقى كلاس جوا كلاس جوا كلاس جوا كلاس ماشي مالة نهائية ماشي الفكرة في ايه ان انت لو كتبت كلاس ممكن تكتب جواه تاني كلاس وتستخدموا جواه الكلاس وممكن برضو تستخدموا براه الكلاس بس طبعا تحت اسم الكلاس اللي انت حطه ده ماشي يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تكتب كلاس جواه كلاس تاني تعالوا نعمل مثال بسيط كده هوت ماشي هنعمل كلاس هنسميه كار ماشي وهنقول هنا نعمل طبعا الانشيلايزر او الكونستراكتور ميسود هنقول هنا الديف طبعا انتم عرفتو خلاص اين اي تي سيلف ماشي ومسلا هنقول اسم الكار ديت اسمها مسلا هنا موديل ومسلا هنقول عدد الكيلوز عدد الكيلوز اللي مشيتها ماشي وهنستخدم السيلف وندخل هنا موديل ونقول الموديل دوت هيساوي موديل هنقول هنا سيلف دوت كيلوز وهنقول هنا بيساوي الكيلوز اللي مبعوتها معي كلاس عادي خالص 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 ماشي هنممكن عامل منه مسلا هنا محادي يوجد مني يوجد سiałemي كارد اسمها ميني الكيلوز اللي مشيتها مئة وعوانشرين الف كيلو او طيفر ممكن اعمل هنا ثاني بص ني هي word class طاني مثلا وهنكن مثلا كم اعطم شو الصوي شو دوت هيعمل مثلا print للvalue هنا model sorry self.model .model و self.kilos ماشي افرض ان انا عاوز اعمل يعني class بيوصف حاجة تانية جوه العربية ديت زي مثلا الانجين ساعته الليترية سرعته كم سي سي واتفر يعني فبمنطهة البساطة هعمل inner class جوهه الكلاز دوت سميه هنا و هنقول مثلا هنا engine class المحرك بتاع العربية اغلاب ال i وبحب دايما يبقى الحرف capital ماشي ومثلا هنقول هنا definition الانشيليزر بتاعه طبعا هو اكيد سيقول له انشيليزر لان هو class في كل حاجة خاصة بالclass دوت مثلا هنقول السي سي سي بتاعه ومسلا الساعة الليترية بتاعته مثلا هوا letters letters و هنحط هنا self dot cc هيساوي cc بتاع العربية ديت وهنا self dot letters هيساوي letters بتاعته عادي جدا كده انشأنا class جوه او inner class تاني ده هيبقى الاسمه child class ماشي وده اسمه outer class outer class يعني class اللي بيحتوي على ال class ده كمان ماشي فانت مسلا لو عاوز تستخدم ال class ده ممكن تستخدمه جوه هنا او لو عاوز تستخدمه برا ممكن تكتب كده وتعالوا بقى نعملو initialize هنا فاجي هنا اهوت كده وهو المسلا هنا self dot engine هيساوي self dot engine اوكي تعالوا بقى نوصل لبرامتر من البرامتر بتوع ال self engine دوت اعوز تطلع القيمة بتاعت السي سي سي ديت فممكنه هنا print اهوت اهو mini dot engine dot cc ورن كده هوت هيطلع السي سي بـ 1200 ماشي وممكن حتى ازود الي هنا الحاجات ديت هاسل اللي هنا cc اهو اهو والليترز دوت احطهم هنا كده وابعت cc من هنا على طول والليترز من هنا على طول ماشي وهنا يبقى هنا نبعت 1200 200 وهنا نبعت مثلا هنا 40 ورعا هنحصل على نفس النتيجة برضو بس يعني تعالوا نشغل ال class ده من جوه ال class التاني فلو هنا مثلا جنا جنا اعملنا هنا ديفينيشن مثلا هنا شو ماشي وقلت هنا ال الانجين مثلا هنقول هنا هنا ب print العربية ديت مثلا موجود فيها ايه self.cc وهنا self.letters ماشي وقليني هنا نشغل الشو ده من جوه دوت فانيجي هنا مثلا هنا ب print اهو اللي هو self.engine self.engine لانه هو ده ال object بتاعنا مش هناخد طبعا engine دوت .show والرن كده بس ما مش هنقل الرن دوت هنقول هنا print ال ايه ال car .engine.show اللي اقول كده ماشي ده لو عاوز اشغل مني 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 دوت شو شوف لو عاوز اعرف ايه القيمة اللي دخلة في ال اللي هو ال انجين دوت ماشي 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 ايضا لاعلي القيم اللي هي كلها ايه اه ميني اه مية وعشرين اللي هو القيم اللي انا بدخالها هنا و الف ومتين واربعين اه تعالوا مثلا لو انا افرد ان انا عاوز اعمل انشاليز للكلاس ده من برا خالص فممكن مثلا من غير ما اعمل اه ممكن الكار دي خلاص كده انا عاوز اري انشاليز من هنا ممكن اقول هنا ميني دوت اه انجين ماشي اه هتساوي نيو او سوري سوري هتساوي اه مثلا هنا كار دوت انجين ودخل في مثلا الف ستمية والساعة بتاع تتوبة تمانين لتر مثلا بتعرضوا انا نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي اه اه اتغيرت هنا 1680 ماشي وانا عملت ري انشاليز للكلاس دوت من مكان تاني ده بالعكس كمان انا ممكن احطه جوا متغير تاني مثلا اي انجي ماشي بساعتها بقى عم اي انجي ده دوت شو ماشي شايفتها الميني بتاعهم مش هتغير الينجي ده اصبح الكلاس ده محدود جوافة انا عملت راني كده اهو هيديني 1600 اه خليها 1680 قاتة 1680 يعني شوف انت الكلاس دوت برغم ان هو جوا كلاس تاني بس تقدر تستخدمه من بارة تستخدمه من جوا تقدر تعمله من بارة تقدر تعملوا انشاليز من جوا تطيفه متغير من جوا زي ما احنا عملنا كده اهو ماشي ونبعط له البرامتر زبطوعه كمان من الكلاس كبير دوت ماشي اوي تبعط له البرامتر زبطوعه زي ما احنا بعثنا كده باسم الكلاس على طوله والانجين وعملنا منه نيو نيستانس بغير ما نعمل من الكلاس ده نيستانس ما نومش اساسا اي هلاقة ببعض وهنا بتنتهي الحلقة بتاعتنا النهاردة زي تعمل كلاس جواه كلاس وايه الفغايد بتاعت الكلاس جواه كلاس ماشي وازاي ممكن تستخدمها فيه برمجة البيزون واللي محتاج اي سؤال من اي نوع يريد تسيبوا فيه الكومنت بوكس تحت الفيديو وياريت الناس تبصوا بصة على لينكاته في دسكريبشن بوكس هتلاقي فيها لينكات لعكوات كتير مهمة وليه برامج تانية مهمة وهتلاقي الكود اللي احنا كتبناه فيه الحلقة النهاردة تمنى سنتتفاعل معنا بعمل لايك وشير وسبسكرايب في النهاية اتمنى لجمع التوفيق والى اللقاء في الحلقات القادمة